موسيقى مساء الخير في زمن السوشيال ميديا والترند الشهرة بقت مرض معظمنا بيعاني منه كل واحد مننا في ايده موبايل في مايك وكاميرا ويقدر بكل سهولة ينزل فيديو يغني فيه او يقول فيه محتوى كوميدي او حتى بيحكي مشكلة وبياخد رأي الناس فيها وبقى فيه ناس كتير بتقيس امتها وثقاتها في نفسها بعدد المشاهدات اللايكات الكمنت او الشير وناس كتير بقي بتخسر صحابها لمجرد ان هما مش بيتفاعلوا معاهم لما ينزلوا فيديو او بوست ما بيدوسوش لايك او حتى يكتبوا لهم تعليق واللي مستعجل عالشهرة ومش لقي تفاعل بقى فيه صفحات متخصصة بتبع له متفاعلين بتجيب له فولوورز عشان يبين ان هو ليجوا مهور وناس تعرفوا بس هيبة هيبة بطل القصة حقيقية النهاردة عكس كل ده هيبة عايزة تنشر موهبتها في الغنى والعصف بس من غير ما حد يعرف شكلها ولا حقيقتها عايزة تكون نجمة بس في السر وعشان نفهم ايه اللي خليها تفكر في كده وهل في حد ممكن يتشهر من غير ما حد يعرفه تعالوا نشوف هيبة بعتلنا تقول لنا ايه اسمي هيبة وعمري 17 سنة لو كان لكل واحد نصيب في اسمه زي ما بيقولوا فنصيبي من اسمي هو الهبة الربانية اللي ربنا الدهالي في صورة موهبة وهي نفسها شعلة العذاب اللي بتحرقني ليل نهار حكايتي بدأت من زمان قوي من وانا لسه طفلة عمرها تسع سنين لقيت ابوها بيجبرها تحط طرحة على رأسها بيقول لها ده اسمه حجابي يا حبيبتي ولازم تلبسيه عشان ربنا يحبك وما يودكيش النار كان اب عادي مش بداء بس كانت تصرفاته كلها تشدد في طريقة تربيته اللي والاختي الكبير واخواتي الولادين الوسطانيين وانا كنت اخر العنقود من اول ما دخلت المدرسة اتصدمت بطريقة تفكير ابويا اللي كان بيعتبر حصص الرسم والموسيقى كلام فارغ وتضيع وقت وتحريد على الحرمانية ورغم ان بابا كان مدخن شره بس كان دايما بيرقب اخواتي الولاد ويفتش في حاجتهم ويحذرهم ويهددهم لو فكروا يشربوا سجاير مشا يسيبهم اما اختي البنت الكبيرة فخليها تلبس النقاب من اول ما خلصت سانوي بعد فترة حصار كان دايما بيشك فيها مشدد عليها الرقابة والمرقبة كأنها متهمة لحد ما اكبرها تتجاوز من وهي في أولى كلية لحد متشدد لحد متشدد ومن عيلة متشددة بس كل دا لا يقارن بلي كان بيعملوا مع أمي كان مبدأوا معها الضرب وعلى قدفها سبب وممنوع من عم باتن تناقشوا في كلامه وإلا يضربها ويهنها ويزلها خصوصا انها من عيلة ما عندهاش حاجة اسمها طلاق ولا ان الست تسيب بيت جوزها ما عمل فيها كانت مضطرة تستحمل عشان ودخل لاي استفرج بيها ويعملها معاملة الجواري والعبيد كنت بشوفها في ليلة كتير قوي بتبكي تحت الغطى لحد الفجر عشان ما حدش يشوفها عو يحس بعياتها لما كنت بشوف عينها زرق وورمى في أوقات كتير واسألها مين عمل فيكي كده كانت تقول لي أصلت خبط أصلية وقعت مع ان كلنا عارفين ان بابا هو اللي ضربها وزي ما بابا بهدل ببيت وداس على اللي فيه واحد واحد جيت دور علي لما بدأت أكبر شوي واكتشف ان صوتي حلو وبعرف أغني وروحت له رحت له عشان أقول له ان ميس الموسيقى معجبة بصوتي وعايزة تضمني لكرة المدرسة وبتقول انها تتبناني أكيد طبعا يعني وإحنا بنسمع قصة كده لما نلاقي انه طفلة عندها تسع سنين رحت تقول لباباها اللي هو بالنفسية دي أنا المسها تتبناني وإن أنا آآ بغني وبعزف أكيد حطيتي البنزين جنب النار أكيد ولعتي في البيت من غير ما تقصودي أب بالمواصفات اللي حكتيها دي رد فعله أكيد مش مضمون بس أنا عايزة أعرف عمل إيه تعالوا نكمل القصة ضربني وأهني وقال لي هموتك لو فكرتي في الموضوع ده تاني واتهمني بالصياعة والإنحلال والتسيب وهددني انه هيطلعني من المدرسة خلانا ترعش وأنا بحلف له أني خلاص مش أغني تاني ولا هسمع كلام مش أسمع أي كلام حتى كلام مثل موسيقى بس المفاجأة اللي ما خطرتش على بالي من يومها إني لقيت أمي بتاخدني في حضنها جوة قضتها وفي عينها لمع التحدي ونظرة قوية عمري ما لمحتها قبل كده وهي بتقولي ما تخفيش مش عايزكي تزعلي طول ما أنا عايشها والتاني يوم في المدرسة لقيت الدادة داخلها داخلها علي الفصل بتنده علي بتقول حد من البيت عايزك قمت مخدود مش فهمة فيه إيه ونزلت تحت لقيت أمي وقفة مع مدرست الموسيقى وعرفت بعدين إنها حكت للمس كل اللي حصل وطلبت من المس إنها تعلمني وتتبناني زي ما قالت فجأت إن أمي باعت حتة من دهابها حتة الدعب عندها وطلبت من مدرست الموسيقى تشتري لي عود وتاخد بايل فلوس عشان تديني دروس في الموسيقى والغنى بس المس حلفت حلفت إنها ما هتاخد حاجة وهتعلمني وتبطبت علي وقالت هبة دي زي بنتي وهي فعلا موهوبة وأنا مؤمنة بيها جدا وهساعدها ومش هسيبها أنا مبسوطة بموقفة مدرسة دي المس دي جدعة لسه في جدعان تعالوا نكمل تعرف يا سالي أمي كان صوتها حلوة قوي وعرفت منها إنها كان بتحلم زمان تكون مغنية وطبعا بعد الجواز صوتها تكتم تماما لكن لما بتقرأ القرآن كنت بحس في صوتها بجمال مش طبيعي وحالة سكون ملهاش مسيل ومن يومها يا سالي وما بقيت تتبعني وانا بتمرن على عصف العود بتسألني كل يوم وصلت الفين وعملت إيه ومن الوقت للتاني كاب بتجيلي مدرسة وتقابل مثل موسيقى وتعرف منها خصوصا إن أختي وأخويا تجوزوا وأخويا التاني سافر يشتغل بر وبقى البيت مع الوقت فاضي علي أنا وهي وبابا مع الوقت صحة ماما بدأت تضعف ما بقيتش تقدر تنزل من البيت مما دخلت عدادي بابا لبسني الخمار وقال لي اعملي حسابك على النقاب وريب وما كانش عارف إني بعزف عود وبغني مش كده وبس أنا عملت حفلات كتير تابع الوزارة وحققت مراكز كمان وعشان أفرح أمي المريضة اللي كان بتعيط عشان مش قادرة تحضر كنت بوريها فيديوهات لي وأنا بغني وهي تفضل تغني مع صوتي اللي في الفيديو وتنزل منها الدموع كان الدموع فرح على حلم قديم حققته فيه وأنا كمان كنت بابكي عشانها وعشاني لإني حسيت أني دخلت في الغويت وحلمي كبر لحد ما سيطر علي وبقى مستحيل أتخلى عنه وفي نفس الوقت مش عارفة هتصرف إزاي مع أبوي وهفضل لحد إمتى ما خبيه عليه كنت كل ما شوف برامك تشاف المواهب الغنائية بحسد المتسابقين وبحس بواجعة وقهر إني مش قادرة أقدم زيهم وأخد فرصتي اللي ممكن تضرب وتحطني على أول الطريق أول طريق الاحتراف خصوصاً إني بلا غرور كنت بحس إني أحسن من ناس كتير منهم في الصوت والإمكانيات بس متكتفة متكتفة جوا قفص زي عصفورة ربنا خلقها بجناحات مش قادرة تستمتع بيهم وتجربهم عاشت محبوسة في بيئة مش بيئتها لحد ما حصلت مفاجأة في حياتي من كم يوم قلبت كل حساباتي وأوحيت لي بفكرة مجنونة وهي اللي خلتني أكتب لكم عشان أخد رأيكم فيها بالصدفة لقيت فيلم هندي اسمه سيكرت سوبرستار البطلة فيه كانت شبهي جداً في نفس الظروف والتربية والأب الصعب المتشدد والأم المقهورة وبعد سنين اتعلمت فيها الموسيقى في السر والخوف من رد فعل أبوها عملت قناة على اليوتيوب وغنت وعزفت وهي لبسها النقاب عشان ما حدش يعرفها وسمت القناة دي النجمة السرية أو سيكرت سوبرستار ونجحت البطلة كسرت الدنيا وبقاليها جمهور كبير ومتابعين عندهم فضول يعرفوا هي مين وشكلها إيه الفيلم ده جنيني يا سيلي خلاني أسجل فيديوهات كتير ليا وأنا بعزف وأغني وأنا لبس النقاب لما وريت الفيديوهات دي لأمي وعرضت عليها أعمل زي البطلة وحط الفيديوهات دي على اليوتيوب لقيت في عينيها نظرة حيرة وخوف وبعد صمت طويل تلاك لجت تلاك لجت شافيفها وقالتلي أنا خايفة يا هب رغم أني شجعتك بس الحد هنا ومش عارفة نصحك وأقولك تعملي إيه الفكرة عجباني بس رد الفعل اللي ممكن يحصل من أبوكي لو تعرف أن أنت اللي بتغني مقدرش أضمنه وممكن في لحظة نخسر كل اللي عملنا في سنين رغم أن كلام أمي منطقي بس حاجة جواي عملا تشديني والفكرة بقيت مسيطرة عليها للنهار وعشان كده بعد تلك يا سالي قولولي أعمل إيه أعرف زي ما بيقولوا يا واجع القلب خلصت رسالة هبا اللي ما تختلفش في قصتها عن الأفلام الهندي فان بس بنشوفه بيحصل الفيلم هندي بيحصل في الحقيقة مع بنت مصرية عايزة توصل وتتشهر وتوصل موهبتها بس من وراء النقاب بس يا ترى النهايات السعيدة اللي بنشوفها في الأفلام والبطل الجوز البطلة أو بابها بفرح بيها بتحل مشاكلهم كلها في الآخر ممكن تحصل على الأرض الواقع ولا الأفلام حاجة والواقع حاجة تانية خالص طب يا ترى يا هبا لو عملتي قناة اليوتيوب وغنيتي من وراء النقاب ممكن تلفتي نظر الناس فعلا هيبقى عندك فيوورشيب حلوة أو يكون في مشاهدات عالية يبقى ليكي جمهور فالوورز ومتابعين ويطرهب عندهم فضول هما كمان يعرفوا انت مين وشكلك وحقيقتك زي ما حصل مع الفيلم الهندي وحتى لو قدرت تعمل كده هتبضل مخبية شخصيتها لحد إمتى طب يا بوا مش ممكن يسمعها ويعرفها طب لو ده حصل هيكون رد فعله إيه الحقيقة بقصتك حلوة جدا مبسوطة ان انت بتشركيني معاكي بس انا عندي مشكلة أكبر بكتير اني شفت قصتك في ناس كتير شفت الام المأهورة اللي بتنم مضروبة ومعياتة شفت الاب اللي بيفرد على أهل بيته الالتزام والدين عمره مكان إكبار وعمره مكان بالعافية الدين حب وسماحة وقبول والواحد يبعايز يعمل كده من جوا لانه كل واحد فينا نزل قبره لوحده وما تفردش على أهل بيتك حاجة وانت حاجة تانية لأنهم عمرهم ما يحبوك ولا يحترموك فانا شفت في الرسالة دي جوانب كثير ومدرسة بتسمع القصة من برا بيصعب عليها البنت بتقول انا هعملها من غير فلوس لانها زي بنتي عارف لما تلاقي اللي عحن عليك من أهلك أنا عندي مواضيع تانية خالص وده من يقولك ايه ما العيلها تتربى زي ما احنا تربينا حكايتك يا هيبة صعبة على قد ما هي حلوة وملهمة وربنا ما اديك يهبة بس أنا معديتش قصة ان ابنه سافر يشتغل برا بان هو عايز يشتغل برا فيش حد هيسيب بلده لما يكون هربان من واقع قليم أو مش عايز يكمل أو بيهرب من حاجة أو الظروف تضطروا ان هو يسيب أمه وأبو لحاجة كبيرة أولا أنا محتاجة أتكلم فعلا مع مع الدكاترة النفسين بيجوا معانا أو أي استشاري نفسي هو اللي يقولي أكتر من كده استنونا بعد الفاصل قصة النهاردة عن التعصب عن أب بيضرب مراته بيجبر بناته على النقاب أب ما بيعترفش بحاجة اسمها حساس رسم وموسيقى في المدرسة مع أن ربنا قدى البنته موهبة الصوت الحل وهي بتغني وبتعزف عود من وراء في المدرسة بمساعدة مامتها والمس بتاعة الموسيقى ولأن البنت خايفة من باباها اللي حرمها من موهبتها وفي نفس الوقت مش قادرة تمنع نفسها عن حب الغنى والموسيقى اللي هي بتعملها في السر تفكيرها وديها أنها تعمل قناة على اليوتيوب تغني وتعزف فيها وهي لبسها النقاب عشان ما حدش يعرف هويتها ويعرف هي مين أو يوصل لها وبعتها بتاخد رقائنا عشان كده منورنا النهاردة ومشرفنا دكتور نور قسامة استشاري تعديل السلوك عشان نقول لهيبة بتعمل ايه إزايك يا دكتور إيه الله أهبارك أهبارك ايه عامل ايه الحمد لله إراك في قصة النهاردة قصة مهمة جداً وبتحصل في كتير من البيوت لو عايزين ربي ولادنا مفروض ربيهم قبل ولادتهم بعشرين سنة عن طريق تربية الأب والأم فالأب والأم التاريخ العائلة بتاعهم بتاع التربية هو اللي بيحدد ابني وبنتي هم الصورة ليا هيتلعوا ازاي هل هيتلعوا سويه والظروف مش عايز أقول ان الظروف الصعبة ممكن تطلع واحد غير سوي يعني عندنا عنشتاين وتوماس آلسون عندنا شخصيات كان عندهم صعوبات تعلم وظروفهم صعبة بس كان في عيلة وعية وعية انا مش بتكلم عنا فكرة محول أمية التعليم يعني لأ بس كان في وعية وعيين لإيه للتربية السليمة أصدق بالظبط ازاي طلعوا هنية الطيبة كلام الناس الطيبين انه على الأقل لو طبطب على الولد لو شفه ومحتاج ايه وحتى لو معوش حاجة يقولوا مثلا انا اميكانيتي كذا ومش قادر عجيب كذا صح؟ احنا نصراحهم باللي احنا نقدر نعملوا اللي ما نقدرش نعملوا بص دي حقيقة دواعي بص الفكرة احنا نطلعهم عندهم قيم وسركيات صح بس نطلع قدوة ليهم احنا للأسف بنام العكس أنا الأب أنا اللي بحكم أنا السيد أنا بعمل كذا السبب التربية ده زمان كان بينفع بس السوشال ميديا بقى والتطور التكنولوجر بيحصل بس زي ما قلنا بيشرب سجير ومش عايز ولادي يشربه سجير عايز بناته يربسه النقاب وهو لا يقتدي ولا يمت للدين بصلة طب لما نجبر العيال على الدين هل الدين فيه إجبار؟ طيب بيحصل إيبقى تربية ده عملة زي يقول لي كان خليهم يسمعوا نعمل إيبقى الإجبار فكرة الإجبار في حد ذاته عن الدين احنا عندنا حاجة طيب لو أجبرته بشكل ليه علاقة بالإزاء البدني الضرب فأنا كده بعمل حاجتي يبقى طالع شخصية سيدية تتمتع بإزاء الآخرين هيبدأ بالشخصية الأضعف وحزنة أبي كده بورسعيد الإبن اللي موت والدته بالسكينة كنوع من أنواع على الإسقاط النفسي كفاية أنا تعبت من غير ما أصده ميتل والدته والنوع التاني المهم جدا إنه هو بيأثر على المادة البيضة اللي حاولين من محور العصر بتاع المخ نفس شكل المخ اللي بيحصل العساكل والجنود اللي برجع من الحلوب بالزبط إيه بقى هو المحور العصبي فيه مادة بيضة حلول المخ دي اللي بتأثر على الحالة المزاجية اللي ممكن توصل الهوس الاكتئابي أو الاكتئاب والميول الانتحرية وده حصل في معدل الصحة العقلية بتاع كندا وفي أمريكا كتير قوي إن كتير من اللي بتعرضوا للعنف الأسري إجبارا على أي شيء ممكن بعد كده عندهم ميول الانتحرية أو شخصية سيدية ده بالنسبة للبيهيفر للسلوك رقم 3 بيكونوا نفسهم في الإجبار العاطفي إجبار العاطفة اللي هو الحب المنطقة الأماني كونفرزون ما بيش بلقوه فبيدوروا عليه بره فبيدوروا عليه بره ده هم ممكن يكونوا عرضة للتنمر ومبسوطين أو التعرف اللي مسصح مع الجنس الآخر عشان هي أو هو مش حاسين بالحب جوه البيت فبيدوروا عليه بره زي ما بنسمع البنات بتعمل أولاد بتعمل يعني محتاج حنان بره ضحك على بنت الناس واحدة ضحك عليها واحد ضحك عليها بمتشوف الكلام دك راتي تقولك أنا بنتي مش عارفة يا عمرت كده لي عمرت كده عشان ما لقيتش حنان جوه يا مدين ده حي عشان ما لقيتش قبي طب طب ولا حد يهدى في حضنة طالع عنصر العنصر آخر اللي يضحك عليها ممكن لبعنده حاجة اسمها إدمان العلاقات طلع من بيئة غير سوية فبيبدأ يحس بذاته لما بيتحك على البنات لان يمكن إخواتهم يبقوا كده اه طبعا هو بيت من علاقات متعددة وفعلا سافر بار أول واحد لما بيتسافر بار يعني اه هقولك فيه بيبقى أكل العيش وحاجات كده بس اللي ده مش هربان ده مش الولد ده ما هربش يعني انه عشان يهرب من ظلمه وقهره وتحكمات البابا طب احنا عندنا حاجتين اه لو كان من الشخصيات الخجولة او المتوضع او اللي تثقى بالنفس هيكتفي بالأمر الواقع والخلاص وده كرسة لو كان من شخصات العنيدة القوية اللي هي هيتمرد هيتمرد انا عايز اهرب عايز اشوف نفسي عشان مش عارف يبقى أخلق عندي دافع انه ننجح فلازم اهرب خامس نقطة الاجبار على الدين بيجيب حاجة اسمها التشدد الديني اللي هو ممكن يوصل معايا حاجة اسمها رهاب الوجود ليه عنصرين رهاب الوجود من كتر على الحرام على النار فالدنيا كلها بيجيب ابا جورة دي حرامسة زي ما اختها بتجوزت لوحي بمتشدد جدا بس هي ما كانش عندها يعني حقق او يعني ما قدرش اقول اه انه ما كانش عندها اختيار ان هي تقول لا صح اه للأسف اه هي بتهرب من من قفص بس يا مش عارفة اني برضو الهروب انا مش عارفة ممكن يكون حبيبي اعمل كده حاضر اعمل كده حاضر اعم فاحنا عندنا ثلاث شخصيات دولة فيه جزء موروث بيطلع بيه وفيه جزء انت بتديه من القيم انت بتغيري شخصيته فيه جزء بيطلع كده وجزء بيطلع كده فهي الجزء هي طلعت عشان عايزة تجوز خلص دي هي كده انا اطهقت منك وعايزة هي شخصية حابة تهرب شخصية متواضعة اوكي التشدد الديني اسمه رهاب الوجود رهاب الوجود الحرام وكده انا ممكن بعد الجده الجأ الاستقطاب الجامعات الراهبية بكل بساطة عادي جدا نعم اه جدا طبعا نعم ليه بقى عشان خاطر انا بدأت اخاف ان ده لو عملتوش اخش النار فان عاشي اخش الجنة اه زي ما بيتحكوا على اغلبية الناس عارفة ازاي فكرة بكلمك بفكرة بكارارها كتير الفكرة بتخش تبقى معتقد المعتقد بتبقى وجهة نظر الله ده موضوع ده مهم جدا بيخليني تبقى عادة والعادة بتبقى سلوك وتكرار السلوك بتبقى شخصية يعني هو لو كان قال ان هو معترض مش عشان اي حرام لا او حلل هو ما فيش حد مننا من حق ان هو يحلل او يحرم حاجة يعني لو ربنا ازلنا بيها بس انا بقول لو كان قال لا لا مش هينفع وانتي المجتمع هيقول علي ايه وانا موفقش كأب ان انتي تغني وان انت بقي فنانة واحنا يا بنتي تربيتنا مش كده واحنا مش بتوع الكلام ده زي مثلا فعا معينة او ناس كتير في المجتمع بتفكر كده وبيحبوا يمشوا جنب الحيط واحنا مش بتوع شهر او يا بنتي ده احنا غلابا انت عايزة الناس تقول علي فضحتيني فكرة الفضية كممكن تسمع كلامه حتى روية ده حلمها طيب هي ممكن تسمع كلامه لو هي كان مع الشخصياتها المتعضعة اللي هو طب خلاص حاضر واللي مش خصياتك او مش عايزة زعلك يا بوبا لو انا بحبك فعلا كنت هتخلى عن حلمي سه ممكن حد يتخلى عن حلمه وبيحب أهله قوي ممكن بس ده في الاخر بيقتل فكرة الدفع وفكرة الدفع لو اتقتلت عن ابني او بنتي مش عايشين يعني لو انا عند درجة حرارتي اربعين درجة ومش قادر اقوم اصلا من السرير والبيت بيتحرق انا همو كان اوهمو نطلت مش باك اجري لازم اهرب اسمه دافع البقاء لو رجي مكسورة وكلب سعران هيعضيني الحاجة بتدفعني لان انا عيش بزر الاسد والغزالة ربنا خلق الغزالة اسرع من الاسد بس الاسد لازم اكلها عشان لو ما كلهاش اهله يموتوا من جوة دافع البقاء الغزالة عارف هي اسرع بس بتخاف خوف خيالي فلما بتخاف تجدف زجزاج منحنات فسرعاتها بتقل فالاسد اسكى عشان عنده تدافع طب هو احنا ساعات ممكن ناخد افكارنا فعلا من الافلام يعني الافلام دي انا ممكن هبقى عادة ولا ده بيبقى يأس ولا ده بيبقى ايه طيب ولا ده طبيعة اه فيه اكتر من حاجة فيه الشخصية القوية فيه حاجة اسمها تقمص الشخصية يعني كم مرات فرجنا على فيلم او تمثيلية وممكن ان يكون عياتنا او دحكنا واتقصلنا درجة حسنة دي حقيقة دي اسم تقمص الشخصية المخ ما بيعرفش الفرق بين الخيال والواقع ودي حقيقة يعني لو فكرت الفكرة بشكل كتير بقى انا بحلم بيها لا او حاطة انا تفرج على فيلم مثلا لحبك لبلدك او زي موفي انا تفرجنا كل عنا حبنا ببلد اكتر ونحب ببلدنا بجد وحاسين احنا لازم يكون لنا دور ونعمل حاجة فعلا بتأثر فينا صح؟ طبعا يا موكة فكرنا موكة لكتب ازي مصطفى عاما في يوم الايام او موكة لبا زي احمد السقق واخدم بلدي في يوم الايام صح؟ لحد عشر سنين الخيال بيكون عند ابني مصار جدا وحاجة جميلة بعدها بتيجي مرحلة تقمص شخصية لحد ما بنجبر بس في بقى مرحلة دي دي صعبة شوية ايه بقى ان هي بقى ايه العالم الافتراضي هل هي شفته بشكل تقمص الشخصية اللي بخلق دافع عن هامل كذا ولا العالم الافتراضي بتلمح ليه بقى يا دكتور العالم الافتراضي ان هي بتعمل كده؟ لا خالص بس العالم الافتراضي ان شفت ده فببدأ عالم مش حقيقي بعيش فيه وبغوص فيه كأنه كأن دي حقيقية انا وبحط بترتيب افكار واحداث حصلت منافية اسمها الاحداث المنافية الواقع للأسف دي بتبقى وقت متلازمة فبحط احداث خيالية ما حصلتش بلس اللي هي ما حصلتش في الواقع اصلا يعني هي مثلا دلوقتي عايز تخش العالم الافتراضي يعني بتقعد بتنشط مخها انه انا هبقى ستار وانا هامل وهامل وهامل وفعلا هاختلف وبتحفز نفسها كده لو ده ما حصلش إلا هيحصلها طيب خلينا نقول حاجة المشكلة لو هي خدتها كنوع متقام الشخصية ده حالتي وانا هبقى زيها اه انا هبقى سوبر ستار خلق الدافع دي حاجة عظيمة بس لو خدتها كعالم الافتراضي وحط احداث انا ممكن بعد كده حاجة اسمها للدعاء او الكذب الادعائي هابدأ بقى مش عامل حاجة وابدأ عايشة على صحابي اصدقائي انا عملت كذا انا عملت كذا بحطها بعد بوصلها للكذب الادعائي اللي بوصلها للكذب المردي ده اللي غلط الاولين اللي صح اللي باخد ده نوع من انواع التقامل الشخصية اللي باخلع عند الرغبة بس انا عايزك بقى توضحهم لدول يا دكتور مانش حاضر شو احنا عايشين مع ناس كتيرة كدبي ده حياة يعني هي بقى الكذب الادعائي ويعني هي بقى الكذب المردي يعني هو مش في اخر كذب لأ بص هقول لي حاجة هو انت بتصدى ان في حاجة اسمها كذب البيضة وكذب الاسودة خالص اطلاقا ماشي هقول لي خلاص انا خلاص اتقامل الشخصية موضوع الكذب ده احنا عندنا اكتب من عشر انواع كذب عشر انواع طبعا ايه بقى عشر انواع عندنا اول حاجة الكذب الادعائي ده اني انا بداي حاجة مش عندي ده طب احنا لازم نقولك مثلا ما بيجو جوزوا بنت ده دي نورت البيت دي احلى واحدة عندي دي بتسمع الكلام دي اللي شايلانة موه لازم يقول كده عشان يجوز بنت ده كذب الادعائي لا ده انا بحاول تجمل اه لا اجزب اجزب الواقع اجزب الواقع بس اللي ادعائي انا اقول مثلا انا عندي انا جبت عربية جديدة اه انا عندي مشكلة في اشباع الرغبات فببدأ احس النشوز الدفاعي اني سعيدة لما اجزب يعني الكذب الادعي قلن بيننا عايز انتقم منك اه فممكن اوديك يفموش كده كبير قوي واقعيك فيها سالة اللي عملت مش نور يانها ربي ويفضل كده ده ممكن توصل لجرامي قتل بعد كده ايه ده ايه على شغل ايه طبعا على اي حاجة على حسب الشخصية الشخصية بتاعة الاب دي سايكوباتي اولي سايكوباتي اولي ده هو بيستمتع بالإزاء النفسي والبدني وبيحس بالسعادة وبيحسش بالندم اه وحس اللي كلهم ده حاجة عظيمة جده هو جاحت اه ممكن نقول ان العوامل البيئية اللي هو نشأ فيها كانت غير سويا فبيحصل الارتباط شرطي اشخاص اشياء اماكن يعني مامته كان بتتضرب مامته كان بتتضرب او هو كان بيتضرب او هو كان بيتعرض لتشوحنا من الضرب هو او مامته او اخواته هو الرجل اللي بيدرب مراته كان مامته بتتضرب من بابا لازم او هو كان بيتضرب لا بجد او هو خد شوحنا من الضرب خد شوحنا من الضرب فبيبدأ يطلحها على الشخصي الاضعف ان هي مراته او عياله فبيبدأ يحس بذاته كنوع من انواع الاسقاط النفسي انا كده برب ولادي هو خد على العادة دي حاجة اسمه الدجمة الدجمة دي انت بتعمليه تصرف معين خلاص انت مقتنعة ان انت مهما حد غير تفكيرك انا مثلا الناس بتقعد مثلا بتشجع نادي معين انا انا النادي بشجع نادي ده خلاص الموضوع انتهى دجمة فهو خلاص عدى 21 سنة انت بتتكلم على مية مية في المية من القيم والسلقيات عند بناء ده مكتمرت فبيبدأ يحس بسقاط النفسي انا خلاص انا كده انا تمام الاشخاص الاشياء الاماكن المكان البيت الاشخاص اولادي اب ام واولاد اا الاشياء الطريقة التعامل فخلاص اهو ده اللي اخذ عليه فذكرياتي أنا بس أدعيها أن أنا سعيد لما أعمل كده خلص أنا أخذت على كده وخصوصا أن أنا عارف أن أنا النوع من الأنواء الأسقاط أنتش تفتع منه حاجة يعني الشخصية السيكوبياتية اللي أنا بأم أتكلم عليها دي أخيركو إيه بالبالة دي أنا مصف عليك ومشتعف وتمشي من بيت طب هيبها دي شخصيتها إيه لو تحليلك لشخصيتها بالنسبة لي شخصية مش شخصية قوية بس شخصية ممكن نقول عليها متوضع وبتحاول بين المتوضع وبين الشخصية القوية دريمر؟ يعني شخصية حالمة حالمة بس من أنواع الشخصات اللي بيتكلم عليها مش خجولة بس متوضعة هي نصها توصل بس ما عنداش إجراءة شوية أو تدافع أنها تعمل ده ما هتعمل ده بابها عايي أه طبعا ما ده حق أنا بكلم عن أنواع الشخصية بس فكرة أنها تجرب وتجازف المجازفة دي أنا بس عاجبني فكرة المجازفة يعني أنا عارف أن حواد السيارات مموتها إيه؟ لا مموتها بتحبها قوي مموت بيها دهابها كده عشان خاطرها الفكرة بقى مموتها من الشخصيات اللي خلت نفسها تعمل كده عشان ولادها يعيشوا ولا عشان هي تحرمت من حاجات كتير لا هي خافت على ولادها قوي هي قالت معلش لا فالمتوضعة بتنزل خجولة فالخجولة بتنزل إلي الثقة بالنفس فبطول حاضر على كل حاجة عشان الدنيا يتعدي بس على فكرة الدنيا يتعدي دي ممكن تجيب لولادي صدمات يعني دايما بقول إيه؟ حاجة اسمها جيل وف اي دي اس مشاعر الحب ومشاعر الخوف الخوف ده من حاجة انت عارفاها بس مشاعر الحزن التاني بيجيب لك القلق القلق أو أهمي أنا خايفة الحسن يعمل في بنتي كذا أنا خايفة يحسن يعمل في بنتي كذا هلاوسي أو وسواس من حاجة خوف بالضبط والحاجة مش حقيقية بس هلاوسك تأسمي حاجة اسمها حلم الأبوين إن حينتهت أنا لازم عشان ما أحسش إن أنا أحصل لحاجة لازم حلمي اللي كان نفسي عمله أعمله في بنتي عشان ما أضعيش نفسها معمل بقولك شافت نفسها فيها صحيح؟ أنا بسمعي حلم الأبوين اللي هو خلاص بقى أنا لازم أعمل كده فما فكرتش في الأضرار قد فكرت أنا عارف عامل ده فما لحقتش بنتها ليه إن تتجوز راجل مش كويس زي ما هي تتجوز الجوزة ما قدرتش بك بس الضغط النفسي مال القرارات اللي فيه يعني الضغط النفس هو البنزيم اللي بيحركنا كل يوم المعدل الطبيعي لما بيزيد القادرين وإنه قادرين والكرتوزول بيزيد قوي فأنت تفكيرك بشتت مابتعفيش تاخدي قرارات صح كنت يزول دي مسؤول عن السعادة؟ لا الكرتوزول ده الأدرالين ونو أدرالين والكرتوزول المسؤولين عن الغضب والمعدل بتاع الضغط اللي انت عايز تعمليه يعني احنا عندنا السيرتونين وأندروفين ودوبامين وأكسطين دي هرمونات السعادة والهرمونات التانية دي بحب يكون معتدلة الضغط النفسي أنا نزلة ليه؟ عشان عايزة عامل كذا ده بيحركت بس لما بيزيد على المعدل الطبيعي بتاعه بتقليله هرمونات السعادة في المخ فبتخش في موضوع يكتئاب مثلا أقولك حاجة الرهاب الاجتماعي أو رهاب الموت الأمة ممكن تكون عندها وصلت لرهاب الموت هي خافت تفرد في بنتها أو خافت بنتها يحصل فيها حاجة فهي تكون تحس بالندم اللي هو رهاب الموت فممكن تكون عامل كذا من منطلق على التراب السلوك اللي حصلها أنا خافة أفقد بنتي بس إزاي إذا كان البنت أول ما بدأت تنجح والبنت لسها صغيرة أمها ما قدرتش تنزل معها وصحتها ضعفت ليه؟ وده حاجة نفسية؟ ورد جدا يكون نفسي آه ليه بقى؟ بص يعني اللي أشوف بنتي بتنجح أتعب بص الكروتوزيول لا خالص الموضوع من ضغط النفس الكروتوزيول اللي ما بيزيد المناعة الجسمة بتقل فإنت عرض الإصابة بأي مرض عشان كده بيقولك دايما حافظ حاول تحافظ على حالتك النفسية عشان المناعة لو أنت كنتي فول ذات المناعة بتقل أو بتهجم بتهجم جامد جدا حتى لأهالي حاجة بتجيلك وإنت زعنام دور بارد تكاومك وفي حاجة تانية يعني عندنا أرجع مثلا ممكن تكون حاجة اسمها صدمة الأجهد الدار الصدمة بالإنابة يعني الصدمة معقدة الصدمات دي بتيجي مع الارتباط الشرطي مع كتر الضغط النفسي أنت مش قادرة خلاص تأخذي قرارات أنت ممكن توصل عندك رهاب اجتماعي أنت شاستعرف الناس أنت حياتك كلها منصبة على بنتك عشان كده أقولك ممكن تكون وصل للموضوع الرهاب الموت أنا خايفة على بنتي فبيوصل للموضوع الحاجة اسمها أقلق الوحش أقلق خالي أحداث غير حقيقية ماذا لو دي فاقرة بالليلي دي فاقرة بالليلي دي فاقرة بالليلي قبل النوم دي ماذا لو وعلينا سقف ماذا لو ما كانوش مش عارف أكتش ماذا لو حصل إيه بكرة واتبدل الحقيقة ده غلط صح ده غلط بسامة أنت أنا عودة أقول كل السلبيات أو يعني بسامة أزرع فيها عشان هي هبوزي أكتر من كده ده حقيقة حين التوليتي تقولك هبوزي ما بايزة بايزة هبوزي أكتر من كده يعني بالتالي دي حاجة بوزيتف أن أنا أخذتها من منظور ده يعني لو أعطت أتخيل أني حياة هبوز ما هبوزي أكتر من كده دي حقيقة الحمد لله رب اللي علينا احنا رضيين بس يا با فئة تاني يعني لو أنا فكرت كده خلاص بابعد عن نفسي التهيئات الوحشة طيب ولا عود أفكر في الحسنات اللي عندي أو الحاجات البوزيتف اللي عندي وأقول طب لو راح أتهمل إيه طب أقول لك حاجة بعيدة شو عن الموضوع بس مهم قوي قوة البرين الموخ عامل إزاي ثلاثة يابانين دخلوا تلاجة في نصف ساعة تخيلوا لهم حرنين ثلاثة يابانين تخيلوا تلاجة تعدوا هو تلاجة قوة تفكيرك ممكن يوصل لفين بدأوا يتخيلهم حرنين بعد نصف ساعة بدأ يعرقوا وأقول لك القصة العكس بقى واحد في ألمانيا دخل بيعمل جرد المنتجات الألبان في تلاجة كبيرة بتاعة مصنع بيعمل جرد المنتجات الألبان الباب قفل عليه من جوة مات بعدها عشان خطر كان المحد السامع يعني تغبيته وكان المصنع كان يوم الخميس ومصنع بيفتح يوم السبت فأكيد مات مات من البرد بس الفيشة بتاعة تلاجة بالكاشة محدودة هو إيه الفرق بين اتنين؟ الأولاني مكتر الكلام اللي قالوا الردولاتي راحت للمخ أنا حران المخ اقتنع راحت شاطع راحت لعضاءه بعد كده الغد بدأت تنزل عرق عشان بس أقنع مخه بحاجة بس دي عند أي بني آدم فينا أنت بتقنع عالك بإيه؟ عالك عالك مثل المغناطيس والإرادة عاملة مثل العضلة أنت هتمرنيها على إيه؟ يعني هقولك حاجة عشان تخيلها المخ بيفكر إزاي؟ لو في فيلم رعب شغلناه وقفلنا الصوت ونورنا النور مش أخاف قوي من الفيلم هاي بس لو قفلت هتخيل ها إماجين لو ركبت عليه مساقة ميكي معاوس أو تومانجيري هلاص دعت حاجة حتى لو فيه صور دمي طب يعني أنت بتقول اللي هيبة إن إن داريكت وي أو بطريق غير مباشر إن إيه لو سديت حلمة وإن إيه هتبقى مشهورة هتعرف تعمل كلا؟ هتوصله طبعا خالص ده فيه أمثلة لناس يعني هولي حاجة الفكرة أنا شايف الموضوع اللي هنا فيه ألأ ولا شايفه تحدي يعني إيه الفرق بين الخوف مثلا إحنا دقيقاتي التوبيس فيش فرامل خلاص وهنقبط في حد ده ألأ يعني أكتر موقف ألأ ده أولي أنت في الملاهي لا طبعا انت أرتوبيس الألأ هو الألأ الخوف بشكل ميدك هو الألأ هو الخوف هو نفس الأعراض دربات قلبي زيادة بتعرقي أنا خايفة بتشديد انتباه طبعا لو عملت كده زي محرك بتقولي يا دكتور ما وصلتش للي هي عايزة هجررها إيه طيب أنا شايلة همها أنا أنا ما بشوفش الموضوع كده أنا بشوف فيه سؤال كده قلته في كتاب عجبني إزاي ممكن تقتل أي حلم جميل مش حلم وحش إنك ما تجربوهش لأ إنك تفاكت بمنطق كل العلماء نيوتن لأ تفاحة واعت قالك إيه ده ما عرف لو كان كده تفاحة وكانش حصل مجانين الناس اللي بتنجح مجانين عشان مش بيفكروا بالمنطق طب أنا ماشي هشوف أنا أنا هسمع كده يعني وليك فوقت نظرك أنا هاختم معاك بحاجة واحدة بس هتقول لها تعملي إيه يا هبة بس هسمع نصيحتك وما ليش دعوه طيب أنا أقول لك تجربة بسيطة الضرف ده هحطوه في مرة في درجة حرارة عالية رح نطق أول مرة آه ثاني مرة لما هحطوه على درجة حرارة مرة واحدة واحدة تأقلم إيه هتتأقلم مع أي حاجة غلق في حياتك لأ قدي أنا قدي أنا نصيحة صريحة طيب جسفي طيب جسفي لأ خالص الحياة عبارة عن مجسفة أبو أخسر أبوي مستقبلي مهم جدا أبوي كويس موجود بس النجاح دلينا لما قصة حياتي الناس تعرفها في المستقبل إمتى حد يشتري كتابي قصة حياتي لما يكون فيه صعوبات لما يكون فيه حاجة ملهمة يعني أنت تخطيت حاجة أنت عندك حاجة مغيرة ما فيش قصة حياة حد كانت صعبة وكان فيها صعوبات ما حادش يشتري الكتاب بتاعك لازم يبقى غلاف اللي بره فيه ألوان جميلة خطه حلو عشان أعرف أرى الكتاب طيب ولو عملت كده وقعه والكتاب في الآخر يعني بعد ما رناطل عنه هو ما وصلش اللي هو عايزه ما هو ما وصلش اللي هي عايزه هتقول له أحلام إيه حلمة تاني خالص؟ لا يا كملي أكبر عدو لنا هو تفكرنا وأعظم انتصار إحنا ممكن أن ننتصر في حياتنا إن إحنا ننتصر على تفكرنا والأشخاص اللي بتوصل مش الأقوى ومش الأسرع هم اللي مصدقين نفسه أختم معك بالجملة دي عجبت نورتني يا دكتور نور تانكي وإن شاء الله نتقابل في حلقة ثانية فقصة حقي ربنا سيدي سمعت معنا يهبا كلامة دكتور بس أنا عايز أتكلم معاك شوية تستنونا بعد الفاصل من عجيب السوشيال ميديا إنها فعلاً حققت أحلام ناس بسيطة خلتهم بقوا ترند ومشاهير وجابت لأغلبيتهم أو بعضهم فلوس كتير وفرص ما كانوش يحلموا بيها زي أيوب القاضي الرجل الصعيدي البسيط اللي كان بيبيع طفايات عمل فيديو مشهور قوي بيعرض طفاياته للبيع في القطر بيقول فيه الطفاية جيه الطفاية جيه وعمل يتكلم يتكلم عن الصناعات المصرية البسيطة اللي بتوفر فرص بتدي فرص عامة لناس كتير وبتتبع بسعر رخيص ويقدر أي بيت يشتريه وتروح الأيام وتلف الأيام الفيديو المتسجل من سنة أو أكتر ينتشر فجأة ويبقى الفيديو ده ترند بيكسر الدنيا في كل مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا وأصحاب شركات كتير يطلبوه عشان يعمل أعلانات لمنتجاتهم قدر يقنع الناس وربنا يفتحها عليه في يوم وليلة من حيثه لا يحتسب ولا يدري والشاب الثاني البسيط اللي دلوقت إحنا عايشين قصته حالاً اللي بيشتغل في النقاشة اللي سجل فيديو وبيدهن الحيطة بيعمل محارة وحاجات كده وبيغني بكرة يا حبيبي بصوت حلو وإمكانيات ما تتوصفش يمكن مش مبالغة مش طعفين أبقول حقيقة لو قلت إن هو صوته أجمل بكتير من أصوات كتير جداً موجودة حوالينا عالساحة دلوقت يعني في مجال الغن وبردو يشاء ربنا إن الفيديو ده يضرب في يوم وليلة يتحول التواند مصر كلها بتدور عليه عشان يغني تاني بصوته الحلو ده لدرجة إنه مطرب رمي جمال وإحنا شفناه لما قالها تبناه وكده نزل عنده على صفحة على الفيسبوك إعلان بيقطب فيه من كل جمهوره أو أي حد يقدر يساعده إنه يوصل للشاب ده عشان ينتج له أغنية ويغني معه دواته وفعلاً لقوا الشاب ده بقى شو صدق نفسه مشو صدق إزاي الشهرة والنجاح دقت على بابه وكده فجأة رفعيته للسماء وتبدل بيه الحال مش يرجع لنقاشة تاني بس المثالين دول حلوين وموجودين بس مش عارفة لقيتهم بينواروا في دماغي كده وأنا عمال أبص على قصتك يا هيبة لقيتني بس قال نفسي يا طرى لو أنت عملت فعلاً يوتيوب تشانل أو قناة على اليوتيوب أو صفحة على الفيسبوك زي بطلة فيلم سيكرت سوبرستار اللي قلت عليها أو النجمة الخفية دي نشرتي فيديوهيتك وانت بتغني وبتعزفي من ورا نقاب وانت لبس النقاب تفتكري موهبتك دي هتسمع هتكسر الدنيا في يوم وليلة هتلاقي نفسك إنه الناس كلها بتكلم عنك ملايين الجماهير بص يا هيبة ما تحداكي لو كان بايع الطفايات ده أو مطرب النقاش كانوا عارفين وما بيسجلوا الفيديوز إنهم ممكن في يوم من الأيام يتشروا الشهرة دي أو تكون سبب إن حياتهم كلها بتتبدل فيها الحال كل اللي حصل إنه كان جواهم حاجة فعبروا عنها زي ما في غيرهم ناس كتير قوي بتعمل كده عندهم حاجة بيعملوا فيديوهات كل يوم وكل ساعة بيقولوا بس عادي بتنزل على السوشال ميديا من غير ما تسيب أي أثر يعني بيطلع يحكي مشكلة إلا لو كانت حاجة طبعا بتعمل ترند وإحنا عارفين الترند بيتعمل إزاي أو في ناس بتستغلوا إزاي بس عارفة لي هيبة عشان النجاح قبل ما يكون موهبة وشطارة واكتهاد هو في الأول والآخر رزق أو أنا بشوفه يقين ربنا محدده وبيوزعه بمعرفته على الناس اللي يستاهل ياخد أو اللي ربنا كتبها له ربنا بيخلي كده إنه في رزق كده بيبقى فيه اتنين واحد جايه له رزق عندهم نفس موهبة ومشيه في نفس المشوار بيصعه نفس السعي والاكتهاد هو هو بيعمل كل حاجة واحد منهم يوصل والتاني لأ مش معنى الكلمة إن أحبطك بس أنا بفكر معاكي أنا بعرض عليكي الموضوع من زاوية تانية أختي صغيرة وبتكلم معاك عشان شايفة إنه كويس إنك تبيحطها في دماغك كل الاحتمالات الأزمة الوحيدة مش بس إنك تحطي فيديوهاتك بالنقافة بباكي يعرفك بأي طريقة وينتقم منك أو يزعل أو يردلك اللي عملتي ده لأنه طبعاً أنت كده فضحتي وبالنسباله أنت عملت حاجة فيها حرمانية زي ما كان بيقول وعملت حاجة غلط لكن فيه أزمة أكبر تعريباً أفكر فيها كده إنك تعلقي كل أحلامك على طريقة معينة أنا لازم أتشاهر بيها تغير حياتي هتحقق لي الشهرة والنجاح بعد أنت تكتشفي إن إحنا ما وصلناش لحاجة وعدت عادي من غير ما حد يحس بيها فيهمتي أنا قصدي إيه؟ لو فيهمتيها واستوعبتيها كويس جربي وما تخفيش طالما من وجهة نظرك ما بتعمليش حاجة غلط ما بتعمليش حاجة تزعل حد كلنا من حقينا إن إحنا ناخد فرصتنا نشوف طريق بديل نوصل من خلاله لحلمنا ونوصل صوتنا مهما كان رضف على بابوكي هيعمل إيه؟ يوم ما يعرف بقى إنك بقيت بتغني وتعزفي من وراه مش هيبقى أصعب من إنك تكباري من غير ما حتى تحاولي إنك تثبتي نفسك أو تعملي بموهبة اللي ممتك بعد ذهبها عشانها جربي وسعي بس ما نرفعش سلف التوقعات يعني مش هيبقى ما عرفش مين مناش دعو بحد لدرجة إنه إيه؟ يتهدى علينا ويضيعنا حياتنا زي المركب في وسط البحر فيش علينا غير السعي نحن نقدف أما بقى موضوع إننا وصلنا للشط أو بر الأمان نبقي ضربنا هو قدر كل واحد فينا فين بر الأمان بتاعه أو بر السلام بتاعه كل واحد فينا أصلح له إيه؟ مين عالم؟ جاهز ربنا يكتبلك الخير مع إنسان طيب ابن حلال ياخدك لبيته يصدق بموهبتك يبقى هو نمبر ون الواقف ورقي بيسقفلك وفعلاً يبقى هو رزقك في الدنيا ممكن تحصل ويساعدك بشكل ما كنتيش تتخالي صح؟ ده احتمال كبير ولو ما حصلش ولا حاجة من دي هنقول الحمد لله وبنفس راديا لأنه ما بيعملناش حاجة وحشة وبرده هنكمل ساعي سمعتي معانا كلام دكتور نور في الفقرة اللي فاتت وسمعتي كلامي دلوقتي وهقولك على حاجة يمكن كان نفسي أقولك إن باباكي بيعمل كده عشان يحفزك كان نفسي أقولك إن باباكي يوقف جنبك يعني يمكن قصة حتى لما بحكيها أبوي بيزعل جداً بس أنا عارف إن هو كان بيحمسني وكان بيقولي إنه أحسن لما قلت له نماضيت هو أبقى موزيعة وما حدش سعيدني وما عنديش واسطة وهو مش بسدها نفسي كان رد فعله إيه؟ مش أنت عارفي معنان عارف إن هو بيحبني جداً أنا واثقة واللهي مش 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 بشكك بس رح إلي كلمة واحدة بس يعني جملة قاليش معنى أنت لها تبقى موزيع ده البلد كلها عايزة تبقى موزيعين صداون تعطى عاية مناعة كتير أول بس يقيني بالله وما حطش حاجة جوانا أو حلم إلا أعرف إن أنا هنوصله بس ده مش معنانك تبيعي كل حاجة أنا كنت برضاهم فأنا أعرف أن ما تكتفها مش عارفة أقولك إيه؟ عارفة لو أنت كنت في الحلم وراح أطمدي مع الشركة وخلاص كنت أقولك اجري ورا حلمك اجري ورا حلمك بالعكس هيجو يقولك برافو يمكنك أنا مش شايفين وجهة نظرك بس أنا قلتلك حطي الاحتمالين بس خلاص وعملت اللي علي وهستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملت إيه؟ وسلميلي على مامتك خليها تدعينا الست الجميلة دي الست اللي تبيع دهابها عشان مؤمنة بحلم بنتها الله يبارك فيك وفي عمرك ويخليلكوا أمهاتكم وما يحرمنا منهم أبدا اللي بيسعوا إن هم يشوفوا أحلامهم فينا وهخلي الحلقة دي عشان إحنا نقعد نعترف بفضل الأهالي علينا يعني يقول كده مامتك عملت لك إيه؟ زي ما كانوا بيقولوا زمان الأم اللي هتتاخد الرغيف وتدهولك مش تقولك مش عايز أنا كلتي يا ابني كانوا بيكذبوا علينا سلميلي عليها ولا تدعي لنا باي باي